وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافط الداعمة للاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة نشاط الهيئة وقال متحدث الرئاسة ان الفريق اسامة ربيع استعرض خلال الاجتماع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18830 سفينة لترتفع في عام 2021 إلى 2694 سفينة وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة ما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالي 8 مليارات دولار بنسبة زيادة تبلغ 25% عن عام 2021 وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتنفيذ مراحل استراتيجية تطوير القناة من عكس على زيادة محصلة قدرتها كما عرض رئيس الهيئة جهود تطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بور سعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلو مترا والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة